السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والزمالك والسيراميكا كيلوباطرة المباراة التي شهدت جدل تحكيمي في اكتر من كرة سواء فصيد سواء فاول وهنتكلم عن يعني اللي فاكرينه منها ان شاء الله بازن الله وهنتكلم عن ابرز الاحداث والحياة التحكيمية وهنتكلم برضو عن فريرا وعلى سامي وهجوم احمد سامي على فريرا وعقوبة فريرا اللي هتتضاعف كلام كتير في الحلقة دي بازن الله سأزينا جواست دات الحلقة او ما نخش في اي تفاصيل ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للفيديو في كل مكان تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرح عشان وصلك كل جديد لو تشوفنا على الفيسبوك مستاش تعمل فورو صفحة الفيسبوك طيب اي سيدي لو جدنا نبص على مباراة الزمالك وسلميكا لبطرة لاتلعبة النهاردة قبل ما تشترك في الحلقة التحكمية والجدل التحكيم والقصص دي كلها قراءة بس سريعة لللي حصل وعايز اقول لك ان احمد سامي النهاردة بغض النظر عن الهزيمة كان راجل يستحق التقدير راجل اه كان ند بند اه سلميكا لبطرة النهاردة احرزوا هدفين والهدفين تم إلغاءهم يعني كانوا بيروحوا على الجون امكان الجون التاني اوفصايد وجون الاوراني اوفصايد والحاكم قال لك هنا اوفصايد عشان ملاصق لمحمد عواد وهنا اوفصايد عشان خاطر اه كان اه احمد ياسر انف وضعت سلول لما اخد الكورة كل ده ما عندش مشكلة فيه انا لو تفتكروا الموسم اللي فات الناس اللي كانوا بتابعني لما تكلمت عن كورة حمزة المسلوسي تقريبا في مطش الزمالك والمقصة تقريبا لما دخل على رجل اللاعب وكان هيكسرها والحاكم ما دلوش طرد انا دي اكتر حاجات تدايقني يعني موضوع اوفصايد والكلام اللي كانوا على سعمية كيلو بطرة لا كانوا حالتين صحيحين انا دي وجهة نظري الحالة الاولى والحالة التانية الحالة اقول لها فيها جدل لان اللاعب كان اه واقف قدام الحارس بس حاجب الرؤية عنه فدي مفروض في قانون كرة القدم مفتكر لما تلاتنبرج يطلع تلاتنبرج اللي باقي بعد كل دولة بيطلع اقول بعد كل جولة بيطلع اخطاء التحكمية ايه تلاتنبرج هيقول لك ان دي حالة تسالل صحيحة جدا لان اللاعب المدافع حاجب الرؤية عن محمد عواد وكلاتنبرج هيوافق قراري وطبعا الناس كلها بتحب كلاتنبرج ما بتشكش في قرارات وده راجل حاكم اه اجنبي عالمي يعني. اه والكرة تانية لحمد الاسر هي اوفصايد فعلها. لكن عايزين بقى نتكلم عن كرة زكريا الوردي. وقبل ما اكلمك عن كرة زكريا الوردي مش مش بشوقك. بش خطب ما ننساش. عايزين نعمل قراءة سريعة على المباراة اليوم. النهاردة كان زمالك مع فريرة بيلعب محمد عواد مصطفى الزناري محمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي. بعد كده في خط النص عمر جابر وروقة. والوردي. زكريا الوردي يعني. وحمد فتوح. بعد كده زيزو وصف الدين الجزيرة وامام عشور كان بيلعب النهاردة لعب النهاردة ونجليفت ولعب ونج رايت ولعب بلاي ميكر ولعب كمان اه ارتكاز يعني كان ما شاء الله عليه ولا قوة الا بالله يعني. بعد كده قدامه طبعا نادي سراميك كروباطرة كان محمد بسام احمد هاني راجب نبيل احمد رمضان محمد ناصف محمد ابراهيم محمد توني محمد متولي الفرقة كلها محمد دي. محمد جابر اوميدو جابر جون ابوكة واحمد ياسر ريان. دي اللي كانت تشكيل اسال الفرقتين. طيب. يعني اه حاول النهاردة ان هو يفوز على سراميك كروباطرة فريق عنيد جدا فريق كسب المرال اللي فاتت. اه عفوا المصري بقارة كابتن طبعا ايهاب جلال بنتيجة تلاتة صفر. يعني سراميك كروباطرة كسب المصري تلاتة صفر. اه فالنهاردة قدر ان هو يحاول يوصل لخطوط نادي الزمالك ويختار في دفعات الزمالك. النهاردة محمد عواد انا شايف ان هو ما كانش قد كده. اه دخل فيه جون الاول افصايد الجون التاني هكرو عادت من تحت ايه دخلت جون. اه حسن محمد عواد اه وثق في نفسه زيادة وشايف ان هو يبدل اساسي دايما. فالثقر اللي في نفسه الزيادة دي خليته ان هو اه ما يبقاش زي الاول طب. اه فغالبا انا وجهت نظر ان من المبارات القادمة ممكن نشوف بيلاعب محمد صبحي. يدي له فرصة. اه لانت مش جايب بلاعب زي محمد صبحي كان بلاعب اساسي فريقه وعشان تقعده دكة ومش هتلاعبه خالص. ده برضو دي حاجة ما بتضيق منها. لازم فيه تغيير في اللاعبين وندي كل اللاعبين فرصة. محمد عواد هيوضع دكة شوية هيرجع تاني للمستوى. هحس ان هو فيه تهديد عليه من محمد صبحي ودي وجهة نظر. طيب زكريا الوردي لما دخل وتزحلق على لاعب نادي اه سراميك كيلو باترة. الحكم راح وكلنا شوفنا. لقطة دي هو لقطة بدزبالي غريبة جدا. يعني عشان كيف اتكلم عنها. حاطيره على جيبه كده. اللي هو يعني كده. وتقريبا زكريا الوردي يكلمه او مسك ايده او افتكر حاجة الحكم راح شاير ايده تاني ما على جيبه. قرار غريب مش فهمه. طبيعي الحكم بيحطوله على جيبه ومترددش. خلاص ايه دور ترافعت على جيبه ورايح باخد القرارة ان انا هديك انزار. هو عارف كده زكريا الوردي كان عنده انزار قبل كده. هوفروض هيبقى طرد. فطبيعي وانا رايح انا رايح عليك اديك انزار. فخلاص يعني طرد. ما انا قررت ان انا اديك انزار. يعني الموضوع مش كيم يصل وقررت لنا اديك انزار. فشال ايده على الانزار او شال ايده على الكروب وراح مش ياور. محمد الوردي قاعد يكلمه وقول له ده عنده انزار او ده المرة التانية او ده مش عارف ايه برضو الرجل ولا مركز في القصة دي خالص. دي حاجة غريبة. في حكام تكلم عن الموضوع ده كتير منهم كابتن سامير عثمان وطلع قال لك انا بقول اه محمد معروف يحب نفسه اكتر من كده. اه كرة طرد. اه زكريا الوردي تدخل تدخل قوي جدا. وانا وجد نظري بصراحة بمرضي لان الكرة دي طرد. وزكريا الوردي كان ياخد الانزار التاني وكان يضطرد. دي اول حاجة. واعتقد كلاه تنبرج يتكلم عن حاجة زي كده يعني. اه الحقيقة انا عايز اتكلم عنها يا جماعة انا انا مش شايف ان زكريا الوردي حتى الان عمل اي بصمة معنات زيزة مالك. احنا زكريا الوردي اشتريناه تقريبا لعب مع الزمالك. اه ست مباريات تقريبا احنا لعبنا اربعة افريقيا واتنين دوري مصري تقريبا ستة لعب منهم كم يعني لعب كم دقيقة في ست مباريات ست مباريات لعب فيهم كم دقيقة. مش شايف له اي بصمة واحد يقول استنى وازبر عليه. حاضر بس اللعب يباني. يعني برونو سافيو في الاهل عنده عنده لمسة. بس لسه عايز ياخد على الاجواء المصرية والاجواء الافريقية. اه برونو سافيو هيبقى طب بعد كده واحسن لعب في دور المصري لأ. هيبقى لعب كويس بس مش احسن لعب. يعني برونو سافيو مش الناس اللي متتظر ان هو يبقى فت لأ. هيبقى لعب كويس وهيجيب الجوان وهيبقى حاجة زي برست ايو كده اللي هو في جي في مطشي يتقلق جدا جدا وكسر الدنيا وترات اربع مطشات كده ايه مريحة. بالنسبة لزكري الوردي لانا مش حاسه خالص 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 مش عارف مع كل الاحترام ليه حاسه ان هو لعيب عادي جدا وفيه لعبة في الدور المصري محليين احسن منه بكتير. مهم فكرت زي ما بقول لك انا وجد تظر ان ايه طرد لزكري الوردي. اه. عايز اقول حاجة. احمد سامي هاجم فريرا وفريرا عليه عقوبة. فريرا المطش اللي فات بعد اه مبارات زمانك وسموحة طلع وتكلم عن موعيد الدوري وان هو متضايق منها ومش عجباه. وتم فرضوا عقوبة عليه من الاتحاد المصري ان انت ما يفعاش تتكلم كده وعليه عقوبة. ففريرا متضايق. فلما اعرف ان عليها عقوبة الزمانك قدم تظلم ان تشيروا العقوبة دي من على الراجل الراجل بيتكلم عادي مش هتمشى حد ولا هجيب حد. فالاتحاد المصري قال لك لأ مش هنشير العقوبة. دي عقوبة عليها باشا مش حاجة اسمها كده. فريرا راح جاية النهاردة طيب تهم مش عليها عقوبة اه طب انا مش حاضر للمؤتمر. يا عم فريرا وربنا انا حاضر للمؤتمر. يا مش هحضر. ونفض للمؤتمر. فتم مضاعفة العقوبة. وعدم حضور المؤتمر عقوبته عشرين الف جنيه. ومش مضاعفة العقوبة يعني يعني مسلا كانت عشرين بقى تاربعين لا يعني بقى في عقوبة تانية كمان اكيدة عليها عقوبتين في اول مطشين. والزمالك على طول على الفور بقى بتظلم ان هو ما كانش قادر ان هو يحضر قال لك لأ ما قدمش هتظار ما وداش حد مكانه مش عارف ايه الكلام ده كله اه او ما ان في حد يجي مكانه او 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 حاجات زي كده. وغالبا العقوبة دي هتتتوقع. كابتن احمد سامي انا عندي وجهة نظر الراجل ده النهاردة انا بحب كابتن احمد سامي ولكن عنده سقطة النهاردة حصلت. ان هو طالع قال لك اه انا بس عايز اسلم على فريرا عشان اخد منه الحظ اللي عنده. فريرا مدرب محزوز. طيب انا عايز اقول له يا كابتن احمد سامي بعد اذنك. نتكلم كويس عن فريرا. فريرا راجل اه مش انتة ولا انا اللي هنقول عليه هو مدرب حلو ولا محزوز ولا غير محزوز. اه مفيش مدير فني محزوز بنص فريق زي فريق الزمالك الموسم اللي فات ياخد الدوري المصري. ماشيه بالصورة والشكل ده. اه وبالجهد والعرق. انا بس بكلمك. انا يا جماعة ما محبش كده. فاكابتن احمد سامي بعد اذنك. اه اتكلم على فريقك. اتكلم عن اه الماتش تكتيكي. بلاش جو المصدوميات محزوز ومش محزوز ان انت شان خاطر خسرت افا مش لا حاجة تعملها بتقول الكلام ده. ايه. كلام عن فريرا باحترام. كلام عن فريرا باحترام. انا بقول لكل كل يعني اه اه مدربين الدور المصري. بعد اذنكو فريرا وكولر مدربين عالميين. ومعرفين. فمحدش منكو يجي يقول في يوم الايام سواء دلوقتي او بعدين عشان خسر منهم وعشان معرفش يكسبهم ان هو يقول عليهم محزوزين. انا باتكلم والله في الوقت مش عارف اللي يحصل قدام ايه. لا كولر محزوز. كولر مش جاي هنا بيفتتح تدريب حياته مع الاهلي ده راجل ماسك النمسا ست سنين وواخد دوري الماني وواخد دوري سويسري وواخد كاس سويسري وعمل بالنمسا طفرة محدش عملها قبل كده خبهم يورو ما كانوش يحلامه بحاجة زي كده وراجل ليه سيفيت ايه الاول. فريرا راجل معروف عنه دنياته وراجل ليه سيفيت ايه ومدرب فرق في البرتغال ومدرب آآ آآ فرق آآ في صحوان الرحيم في البرازيل ومدرب هنا الزمالك وواخد بطولات قد كده. من المحنكين. فما جو مالوش حظه كلام ده كله جو دايق مالوش لازمة. كان مع اخوك عمر عاطف خناة صاحب وكرا شوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.